تقول الصحيفة اللندنية لم يعود العراقيون يقيمون وزنا لقادة الأحزاب والوجوه السياسية التي جاءت بعد الغزو وذلك بسبب فشلهم في تحقيق الوعود التي دأبوا على إطلاقها فضلا عن التصاق صور الفساد والمحسوبية بهذه الوجوه ولا يقتصر الأمر على المواطن العراقي العادي فرؤساء العشائر الذين كانت تربطهم في السابق صلاة قوية بالسياسيين لم يعودوا متحمسين لاستقبال المرشحين البارزين للانتخابات والاحتفاء بهم خلال جولاتهم ولم تعد التجمعات الانتخابية في العراق مأمونة كالسابق إذ يمكن أن تشكل مصدر إحراج كبير للزعماء السياسيين ومع بدء الحملات الدعائية غير الرسمية للانتخابات العامة المقررة في آيار مايو المقبل يشارك القادة السياسيون في تجمعات شعبية يحضرها وجهاء وشيوخ عشائر كما يزورون كبار الزعماء القبليين بهدف الترويج لقوائمهم ويقول أمير قبيلة العبودة في العراق شيخ حسين علي الخيون إنه رفض العديد من الطلبات المقدمة للترشح إلى الانتخابات المقبلة من قبل بعض الكتل السياسية رغبة بعدم الظهور مع الوجوه القديمة التي تسببت بخراب البلاد ويضيف الخيون أن قرار عدم استضافة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أثناء زيارته إلى ذيقار هو لشعوره بأن القادة السياسيين الحاليين لم يقدموا ما يطمح إليه الشعب العراقي وتسببوا بالكثير من الخراب لهذا الوطن وتعرض الحكيم مؤخرا لإحراجات بالغة لدى حضوره تجمعات عشائرية في وسط وجنوب العراق كما اختار رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مطعما مجاورا لمبنى البرلمان كي يظهر فيه ويلتقط بعض الصور مع رواده ثم يوزعها مكتبه على وسائل الإعلام